أهل الجزائر مهددة إفريقيا تتشقق وظهور بحر جديد في منتصف القرى السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا أظهرت دراسة حديثة عن تطورات جيولوجية كبيرة ستعرفها قرى إفريقيا حيث من الممكن أن تنقسم إلى نصفين ووفق ما كشفته جاريد سدايليميل البريطانية فقد حدر علماء مختصون في الأرض والجيولوجيا من أن تصدعا هائلا عبر إفريقيا بدأ يقسم القرى إلى قسمين ويشكل المحيط السادس للأرض وقال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية إن البلدان الواقعة على طول الساحل الجنوبي الشرقي لقرى إفريقيا ستصبح عبارة عن جزيرة عملاقة وما يخلق بحرا جديدا تماما من إتيوبيا إلى الموزنبيق وحسب العلماء فإنما يسمى بصدع شرق إفريقيا تشكل قبل 22 مليون عام على الأقل لكنه أظهر نشاطا على مدار العقود القليل الماضي حيث ظهر صدع على طول سحاري إتيوبيا في عام 2005 ويتسع بمعدل بوصة واحدة في السنة ويقول العلماء إنه نتيجة لتحرك لوحين تكتونيين بعيدا عن بعضهم البعض لكن الآلية الدقيقة لم تكن مفهومة تماما في ذلك الوقت ومؤخرا وجدت دراسة نشرت الشهر الماضي أن طردا هائلا لصخور شديدة الحرارة قادمة من قلب كوكبنا يقود الصدع وحسب العلماء فإنه من غير المتوقع أن تتمزق إفريقيا خلال الخمس ملايين سنة المقبلة على الأقل إلا أن الصومال ونصف إتيوبيا وكينيا وتنزانيا ستشكل قرى جديدة عندما يحدث ذلك وقال كين ماكا دونالد أستاذ في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا ما لا نعرف هو ما إذا كان هذا الصدع سيستمر بوتارية حالية ليفتح في النهاية حوضا للمحيطات مثل البحر الأحمر ثم فيما بعد ذلك إلى شيء أكبر بكثير مثل نسخة صغيرة من المحيط الأطلسي أما أنها قد تتسارع وتصل إلى هناك بسرعة أكبر أو قد يتوقف كما فعل المحيط الأطلسي قبل أن يبدأ في انتشار قاع البحر الحقيقي ويؤكد ماكا دونالد أنه بالمعدل الحالي فقد يتشكل بحر بحجم البحر الأحمر الحالي في حوالي 20 إلى 30 مليون سنة وظهر صدع يبلغ طوله 35 ميلا بالفعل في سنة 2005 كما أظهر علامات على وجود بحر جديد بالقرب من إتيوبيا كما ظهر آخر في كينيا في سنة 2018 بعد هطول الأمطار الغزيرة ما أجبر الناس على مغادرة منازلهم وإغلاق الطرق ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يكون الصدع الكبير في القرى الإفريقية تشكل بسبب الحرارة المتدفقة من الغلاف الموري وهو الجزء العلوي الأكثر سخونة وضعفا من وشاح الأرض بحسب ما نقلته دايلي ميل إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب